أهلا بكم مجددا بداية النشرة من بغداد إذ ألمح رئيس الوزراء عدل عبد المهدي إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المحلية مرة أخرى بعد إلاق الموعد الذي حددته المفوضية وهو السادس عشر من تشرين الثاني قبولا في البرلمانة وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن انتخابات مجالس المحافظات قد تكون نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل خذنا قرار أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيد ممارسة عملها لأن لدينا انتخابات في نهاية العام أو بداية العام القادم ولا يمكن التعطيل أكثر من ذلك واتخذ مجلس قرار في هذا الاتجاه